أبو محمد يضم العيل بيدا وأبو السجاد زندين بلان شفين وأبو محمد يقبلون على الخدين وأبو السجاد في نحرى يقبلون وحسين بعدها الإمام الرضى سلام الله عليه ودعه فاطمة المعصومة كأنه ضمها ودعها في أمان الله أغلق الباب ماشيا بأبي وأمي بضعن لكن الإمام الحسين وش حال زين بأبي وأمي أبو محمد يودعخته بقلب مرتاح غلق بابه وتالي ويضعن راح وأبو السجاد اختت وكيس برماح يضربوها ويسبوها ويشتموها بعدها بعد منطلع الإمام الرضى سلام الله عليه كأنما فاطمة المعصومة ارتقت على سطح الدار فانظر إلى ركب أخيها والإمام الحسين منطلع من المدينة ترى عنده بعد بنية التفتت إلى ركب أبيها لكن بفوارقها ماذا تقول فاطمة فاطمة المعصومة فوداعت الله يا خليصي الله وياك ما قدر أشوف في البيت خالي من محياك بينما فاطمة العليل ماذا تقول خذوني وياكم أسرج الخير وحط فراشكم لهود اللقل وإماما هذه المصائب على الإمام الرضى بأبي وأمي ولذلك من المصائب العظمى على الإمام الرضى أن يسمى ويدفع له السم وهو في ديار غرباء عدثنا يا أبا الصالد يقول جاءني الإمام قال في غدانت غد يبعث لي هذا اللعين ويريد بي شر فكن معي يا أبا الصالد يقول جئت وإذا بالإمام قد لبس لبس هنداما وتهيى وإذا بمرسول ذلك اللعين قد جاء أجب الأمير يقول خرجت مع سيدي أبا الحسن قال يا أبا الصالد إني أدخل عليه فاعلم بأنه يريد بي شر فإن خرجت مغطى الرأس فلا تكلمني فإني مشغول بحالي وإن خرجت مكشوف الرأس فكلمني أجبك يا أبا الصالد يقول دخل الإمام بأبي وأمي فرأيت المأمون قد قام على قدمه مستقبلا للإمام وكان أمامه شيء من الفاكهة والعنب وفي يده عنقود من العنب استقبل الإمام نفاقا جلس أبو الصالد خارجا جلس الإمام بأبي وأمي أخذ يأكل من تلك الفاكهة قدمها له المأمون ثم دفع له بذلك العنقود قال كل يا ابن العام قال لقد اكتفيت من الطعام قال إنه عنب جيد قال لقد اكتفيت يا أمير من الطعام قال أتتهمنا يا ابن العام أمر لا بد منه دفع له ذلك العنب تناول إمامكم ثلاث عنبات يا مؤمن يا مؤمنا ما إن تناولهم الإمام حتى أحس وكأن المواسي والسكاكين تقطع من فيه إلى سرتين المنادي وإمامه قام الإمام على قدمه من شدة وحرارة السوم يقال بين سم الإمام ومصرعه ساعات يعني مو أيام ساعات بسيطة وتوفي إمامكم قام على قدمه قال المأمون إلى أين قال إلى الوجهة التي وجهتني إليها غطى رأسه خرج على أبو الصالت نظر إلى الإمام فلم يكلل جاء عند الدار أراد أن يعالج أبو الصالت الباب يريد أن يفتحه يعني لحظات بسيطة بالعادة الإنسان يقف ينتظر فتح الباب يقول أبو الصالت التفت إلى الإمام وإذا به جالس على الأرض لا يستطيع القيام فتحت الباب دخل الإمام ألقى بنفسه على فراشه من شدة حرارة السوم أخذ يقبض رجلا ويبسط أخرى وأنا أنظر إلى ألوانه قد تغيرت تحييرت هذا إمام هذا مولاي وهو في ديار غربة ما عند أحد يقول خرجت إلى دهليز الدار وقد أغلقت الباب وإذا بي أرى غلاما في وسط الدار يا عجب الله من أنت؟ وكيف دخلت هذه الدار والأبواب مغلقة؟ قال يا أبو الصالت الذي أدخلني هو الذي جاء بي من المدينة أنا مولاك الجواد يا أبو الصالت دخل على أبيه ما إن رآه فتح ذاعه إلى ولده ضمه إلى الصدر أخذ يبكي الأب والولدها يا مؤمن يا مؤمن ثم أوصاه بوصايا ثم عظم الله أجوركم عرق جبينه وسكن أنينه مدى رجله أسبل يديه قرأ شيئا من القرآن حتى ختمه أطبق فاه وغمض عينه وانقطع نفسه وتدلت رقبته وفاضت روحه الطاهرة أين المنادي وإمامه وسيداه أصبح الطوس بزلازل والخلق الهبعوي أصبح الطوس بزلازل والخلق الهبعوي لجلب محمد تزلزل يا خلق عرش الجلي لعلايم السود منشورة ومدامعهم تسي تزت السبع العلي وبالأرض صار انقلة وعلي قاب الإمام بتغسينه وتكفينه والصلاة عليه وقام شبله يغسله والدمع من عين هماه مدد على المغتسل والماء جاه من السماء وبالطفوف احسين جدد غسل بفيض الدماء وشافت عيانه بيسرها من عقب عين العذا وإمامه عاد الإمام الجواد للمدينة دخل بأبي وأمي حاصر الرأس على أعمامه ودموعه على خده قالوا ما عندك قال أوليس قد مات أبي الساعة فأخذوا ينادونه وعليه وإمامه وكأنه توجه ناحية قبر أمه وسمع لها نحيب على ولدها ونوح ولكن أي النوع أعظم عليك يا فاطمة هل ناحية زهراء على منه تنوحين ناحية على المسموم لا ناحية على المسموم لا ناحية على المسموم لا ناحية على المسموم صدت ونادت والدمع بالخد شاري إن تسألوني يا خلق كلهم أولا لكن صواد حسين صاطيفي فادي وعظم علي لنا عن ناعي على حسين وأحسين أبجي على أولادي قضاو بالسيف والسام وأبجي على أبوهم ذبيح لابن ملجا وإن كان بالله تسألون نياه أعظم أعظم علي لنا عن ناعي على حسين وأحسين أبجي على أولادي ذباه يحيى معاشو وأنا نصبت لهم عزايا في وسط الإقبر وإنسي الظلع اللي صير الباب مكسور وأعظم علي لا ذكرتم صيبة حسين وأحسين أنا لا تحسبوني للرضا في طوس ما تجيب ولا إلى بغدايا ما رحتوا تعني أنا كلهم نوحيت والجيب شكت وأعظم علي يا أهلينا عن ناعي على حسين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر